من كم يوم كده كان الاهلي اعلن كابتن محمد ربضان انه هيبقى فيه معد نفسي في الفريق اسمه كابتن عماد فاروق اسمه انه عرفوش يعني ما اسمعناش عنه قبل كده هو طبعا كان بيلعب في كرة طائرة مش اسمه وحش يعني اسمه محترم كان بيلعب في كرة طائرة بس مش متداول في كرة القضب يعني مهم قلنا خطوة محترمة وانه هو مش دكتور بس معد نفسي يعني واخد دراسات في هذا الامر فقلنا خطوة كويسة وقلنا لازم كل الاندية تعمل كده والاهلي بيعمل خطوة كويسة مهم الراجل ده طلع قال اللي هو المعد النفسي قال لك انه انا مش هشتهر في النادي الاهلي وانا اعتذرت وانا هعلن اسبابي في الوقت المناسي وبعد كده علنا في حوالات صحفية وقال انه كابتن محمد انا كنت متفق ان كابتن محمد رمضان مش هو اللي يعلن ده كابتن محمود الخطيب وانا قلت انه كابتن محمد رمضان انا اسمي كبير فما ينفعش يحصل كده معايا هو كان طالب راتم مئة الف جنيه والاهلي قال له هم هيبقوا عشرين الف جنيه هو قبل هذا الامر بالمناسبة لفلوس بس كان عايز يقعد على الدكة فكابتن محمد رمضان قال له لا مش تقعد على الدكة ما عرفش برضو ليه المعد النفسي مقنية على الدكة بس تمام يقعد على الدكة لو كان مساء الاهلي موافع ده طب الاهلي ما وفقش فخلاص مش نازم يقعد على الدكة مهم يعني المعد النفسي اللي كان المفروض ييجي لده الاهلي كان عنده مشاكل نفسية مع اللي بيحصل فانا جايب معد نفسي عشان يحلي لي مشاكل هو قريدي اصلا ودخل معايا الفرقة عنده مشاكل مش منطقة والله هو عمل حدث يعني هو نفسه قرار يعمل حدث في الاوساط الجماهرية والاوساط الاعلامية والناس يعني اللي بيشتغلوا معدين نفسي انا ما عرفش معد نفسي اسمه معد نفسي موجود في اينا دي في العالم ما عرفش اسمه دايما بتبقى مستخبية مش مش معمول لها هالة ويعني اصلا يتم الاعلان الرسمي مش عارف بالكابل الخطيب اللي يعنين وقاعد عالدكة لا المعد نفسي ما يبقاش عنده ما يبقاش اسم المعد نفسي انا عايز يبقى ليه اسم تاني ما عرفش ايه اسم التاني فبرضه انا ما عرفوش والله انا ما عرفوش هاجم الراجل بس انا برضو مش متخيل ان المعد نفسي جاي وعنده شوية ازمات